موسيقى رحبا حضركم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وزي ما احنا عارفين ان عام 2022 هو عام المجتمع المدني وفي الحامل وقت اعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التحالف الوطني للعمل الاهلي التلموي والعمل بطبيعة الحال مستمر لوضع اولويات خطة الحماية الاجتماعية اللي تم مدها حتى نهاية عام 2022 التحالف ده بيضم 24 جمعية و30 اتحاد نوعي بالاضافة ل27 اتحاد اقليمي كل هذه المؤسسات او كل هذه الاعداد الموجودة داخل التحالف بتعمل في مختلف المجالات التلموية سواء صحية سواء تعليمية سواء حتى عمرانية كمان في اعمال خاصة باعمال التوعية خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن اهمية هذا التحالف الوطني الاهلي التلموي واهدافه ودوره والهدف منه كمان ودور الجماعيات الاهلية فيه من الكاتبة واق الروائية بسانت اطمان عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التلموي اللي مشرفونا معنا في الستوديو صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم صباح الخير على كل استاذ المشاهدين بنوارينا بيشوفونا دلوقتي اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك التحالف الوطني للعمل الاهلي والتلموي عاوزين نعرف ايه هو دوره الهدف من انشاؤه او من توحيد هذه الرؤى بنتكلم زي ما قلنا 24 جماعية و30 اتحاد نوعي و27 اتحاد القليل الهدف من وجودك ايه والدور اللي انتم بتعملوه على الارض طبعا في البداية انا عايزة اشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخصيصه عام 22 للمجتمع المدني 22 للمجتمع المدني بعض فترة كبيرة جدا من التهميش وبعض فترة من تصوير الصورة الضبابية للمجتمع المدني فكون ان السيد الرئيس يحتوينا ويعمل عامل المجتمع المدني فطبعا كل الشكر والتقدير المعليه ان هو ما بقاش في عصر السيد الرئيس في اي فئات مهمشة وخصوصا المجتمع المدني ان الدولة المصرية تدرق قيمة المجتمع المدني والدور المهم جدا اللي بيقوم فيه التنمية وان هو الكطار التالت او العجلة التالتة في التنمية المجتمع المدني فطبعا كل الشكر والتقدير المعليه التحالف يعني هو التحالف يعني ترابط يعني ايد واحدة يعني كلنا في المجتمع المدني عندنا رؤية واحدة عندنا هدف واحد وهو رفع العوز على المواطن المصر البسيط يمكن في التحالف دي كانت فكرة المجتمع المدني كان كلنا بنحلم أن يبقى فيه أمبريلا تجمعنا كلنا أن احنا نشتغل بشكل تاكامولي ولا شكل تنفسي أن احنا كلنا يكون عندنا استراتيجية الدولة منتبهة ليها وشايفانا وشايفة شغلنا وشايفة قد ايه احنا بنتعب في المجتمع المدني وقد ايه احنا لدينا دور مهم جدا فكون يبقى فيه تحالف ويبقى فيه غرفة بتجمع مجموعة من كبريات الجماعيات الأهلية كلنا بنتبادل الرؤية وبنتبادل الفكر وبنحط خطة علشان نرفع العوز عن المواطن المصري أعتقد أن دي خطوة كبيرة جدا ومهمة جدا وعزيزة جدا وكلنا بندين بالشكر للسيد الرئيس على احتضانه للفكرة واحتضانه للمجتمع المدني في عام 2022 مجتمع المدني ويمكن يا سوزة بوستانة كمان مسألة دلوقتي الأزمات الاقتصادية الموجودة عالميا وبالطبع مصر بتتأثر بيها بيخلينا محتاجين أكتر لنوع من أنواع التضافر والتنصيق للجهود ما بين مؤسسات المجتمع المدني وما بين مؤسسات حياة كريمة لدعم الأسر الأولى بالرعاية ويمكن مسألة أن البيانات بقيت متوفرة بقيتنا عندنا قاعدة بيانات موجودة بالأسر الأولى بالرعاية بتسهل علينا الوصول للناس دي حقيقة يمكن عايزة أقول لحضرتك طول عمر المجتمع المدني بيشتغلوا طول عمر ليه إسهامات وإنجازات كبيرة جدا ولكن كان بينقصنا العمل في جزيرة واحدة كلنا كنا بنشتغل ولكن في جزر منعزلة أعتقد التحالف قدر يدي مثال للتكاملية أننا كلنا بنشتغل في جزيرة واحدة كلنا بقى عندنا أكبر قاعدة بيانات لمستحق الدخل علشان خاطر توحد الجهود فكري كمان عدالة التوزيع من أغلب مؤسسات المجتمع المدني كانت دايما بتترجط مثلا الصعيد بأتباره يعني إحدى المحافظات الأكثر والأولى به الرعاية وكانت بتهمش باقي المناطق يعني ودي حقيقة وده كان بيوصلك في الآخر أنك ممكن الخدمة توصل بشكل متكرر لبعض الأشخاص وفيه ناس تاني الخدمة ما بتوصل لهمش خالص وفيه كمان الناس بتاخد خدمة هي مش محتاجاها يعني مثلا محتاجا حاجة غيرها محتاجا حاجة غيرها يعني ممكن تكون محتاجة رعاية طبية ممكن أنت بتكون فيه أسرة بتقدم لها سي مثلا مساعدة مالية ولو تكون مثلا ألف جنيه في الشهر الألف جنيه دي لما جينا بعد كده نعمل دراسة وبحث لقينا الألف جنيه بتطلع منهم مثلا الدواء بـ 600-500 جنيه فأنا لو في الأولى في الأول أنا عارف دعم صحي أنا ممكن أتذكر ألف جنيه وبدو أتذكر رعاية صحية يحد من عشوائية التوزيع والعدالة في التوزيع بقى عندنا أكبر قاعدة بيانات موجودة لمستحق الدخل قمنا بدور مهم جدا جدا يمكن في رمضان والعوز اللي كان العالم كله بيعاني منه والترابات الاقتصادية والسياسية اللي أثرت على المواطن المصري البسيط بقى فيه حالة تخوف أن الناس بتعاني من العوز فكون إن الشهر بقى نظم المواطن العادية تأثر يبقى احنا بنتكلم على تأثر كبير جدا بالنسبة للأسر المتأثرة أصلا طبعا يعني كمان أنا عايزة يعني أدين بالشكر لمؤسسة حياة كريمة المبادرة الأهم في تاريخ مصر الحديثة إن أنت فعلا عملت شغل كبير جدا جدا واحتوت كمان التحالف بشكل كبير أوي عملت أكبر قاعدة بيانات طبعا بالتعاون مع كبريات الجماعيات اللي موجودة في التحالف إن يبقى عندك خريطة العوز فعلا والفقر في مصر وإيه مين الأسر اللي أكثر احتياجا يبقى عندك قاعدة بيانات يعني المبادرة بتستهدف 59 مليون مباطنة أعتقد ما فيش مؤسسة ولا جماعية التاريخ هيكتب على مؤسسة حياة كريمة والمبادرة حياة كريمة لإن هي متهيألة إن هي من أهم المبادرات في العصر الحديث إن أنت تعمل حياة كريمة لأشخاص معضومة الدخل معضومة الخدمة يمكن إحنا بنحظى برؤية السيد الرئيس عدد فتح السيسي إنه فعلا حقيقي دايما بقولها والله إنه ما بقاش فيه فئات مهمشة يعني هو بيهتم بكل الفئات اللي ما كانتش موجودة أساسا على خريطة الدولة سواء الأشخاص زوالي احتياجات الخاصة أو زوالي حقها سواء المرأة سواء الشباب سواء كمان المجتمع المدني لا إحنا مصر بتتغير وإحنا كمان المفروض نتغير معها إنه يشتغل على جودة المواطن حتى في مصطلحاته لما يقولك حياة كريمة يعني تكافر وكرامة في كل مصطلحات السيد الرئيس وده بيدينا رسالة مهمة جدا بيحافظ على أدمية المواطن المصري وعلى قرامته جودة الحياة المقدمة جودة الحياة وكمان بنتدي الخدمة مش باستقلال للمواطن لا بيديكو كأنك ده حق للدولة المصرية عليك إنه هو تكفلك وترعوك وهي فعلا حق للناس دي لأنه كمان في منهم كتير تحرم من التنمية دي بنسبة كبيرة على مدار سنين فاتت وتم تهميشهم للأسف الشديد ما كانوش على خريطة يعني طبعا كل فترة في عمر الوطن ليها ما ليها وعليها ما عليها بس فيه ناس كانت فعلا مش على خريطة الدولة أن هي أساسا تهتمي بها فكون إن السيد الرئيس يعمل حياة كريمة ويعمل هو بيغير وقع يعني هو بيشيل وقع وبيغير وقع إحنا محظوظين هو هدية الفتاح عبد الفتاح والله ومش بجد مش كلام بس دي حقيقة يعني إحنا بنعيس أزهى عصور الديمقراطية والقرامة الإنسانية والتكافل الحقيقي للمواطن المصري سؤال بسانت وإحنا بنتكلم على فكرة الحياة الكريمة للمواطن أريد أن نعرف خطة الحماية المجتمعية اللي التحالف بيشتغل عليها دلوقتي يمكن التحالف أعتقد أنه هو قام بدور مهم جدا في الفترة اللي فاتت ودي وده اللي شجع الدولة المصرية أو السيد الرئيس أنه هو يكمل معانا ويدعم التحالف بشكل كبير جدا أول حضرك سألت سؤال إحنا بنعمل إيه التحالف عمل تنظيم للتوزيع بشكل كبير جدا وده كان بان جهوده المستمرة في الرعاية الصحية والرعاية الغذائية في رمضان اللي فات أعتقد أنه هو يعني وزع أكتر يعني من على 8 مليون مستحق وده عدد مش قليل بشكل منظم محافظات معينة كل محافظات الجمهورية إحنا عملنا قاعدة بيانات لكل محافظات الجمهورية تكاتفت الجهود وتوحدت الجهود وبقى في نظامه سيستم ما أروع منه بقى بيحكم العملية بشكل كبير جدا عشان يحميك من العشوائية فابتدى يبقى فيه تنظيم في التوزيع بشكل كبير جدا بقى نشتغل وإحنا بنوزع أدوار يعني مش كلنا بنشتغل في نفس المجال فيه بيشتغل في المجال التوعوي والفكري فيه بيشتغل في مجال الصحة والتوعية الصحية والخدمات الصحية فيه بيشتغل في مجال المساعدات المالية وفيه بيشتغل في مجال المساعدات العينية لما حضرتك توحد الجهود وتنظمها النتيجة بتبقى أكبر بكثير وأهم بكثير أنا بقول أن السيد الرئيس بيبقى سباق في الإشكاليات اللي بيعاني منها المجتمع المجتمع دايما بيعاني اللي عمل في جزء منعزلة دي كان مؤخرانا كتير جدا كمان ما كانش فيه شفافية في المعلومات الأول كان كل واحد مكتم على معلوماته وكأن نحن بنشتغل بشكل تنفسي كبير جدا لا السيد الرئيس بيدينا كمان مثال للأخلاق اللي احنا تدينا يعني نتراجع فيها كثير جدا فدلوقتي احنا بنشتغل على قدر موساق كلنا في مجاله بشكل تكاملي كله بيحضر أكبر دليل على ده فكرة أن عام المجتمع المدني فكرة الدعوة المستمرة لمشاركة القطاع الخاص تضافر جهود مؤسسات الدولة والمزارات ده بيخلينا أنه هو العمل مصري مش هتنهض غير لما يبقى الكل متكاتب زي بحيك بدأت الكلام كلنا ايد واحدة لهدف واحد ما هو لما دايما بقول احنا في التحالف ماضينا على مصاق التحالف العمل الأهلي أو الجماعي أنا بقول دايما لما يبقى المبتدأ مصاق يبقى الخبر يبقى لازم يبقى شرف ولازم يبقى حاجة مشرفة لأن احنا كلنا بنقعد مع بعض دلوقتي في المجتمع المدني وكله يدله بدله وكله يقول إمكانياته وكله يعرض خدماته ويبقى فيه عنوان كبير كلنا تحت منه وهي تحية مصر وتحية المواطن ورفع العواز عن المواطن أعتقد أن احنا وذي حاجة جوهرية ومهمة جدا هل ما كانتش موجودة قبل كده لشكل التوافقي احنا ما شفناش ده قبل كده اللي بيعمله السيد الرئيس بيغير واقع دي حقيقة وأنه هو في الأول وفي الآخر كمان بيدعمك سواء انت شايف بص انا بقول دلوقتي مصر بتفتح درعاتها لأي عمل جد ومحترم وعمل مؤمن بالدولة المصرية لأن فيه تحديات كتبيرة جدا بتقابل الدولة المصرية لأن مهما بنت في الحجر والبشر عندك لسه ما عندوش إدراك كامل فأنت بتتأخر كتير فأنا أعتقد أن السيد الرئيس شغال في كل المحاور بشكل كبير جدا جدا ما بيهمشش فاقة ما بيهمشش فكرة في مصر متوازي البشر والحجر البشر والحجر يعني بيشتغل على تغذية العقول وتغذية البطون يعني في نفس الوقت عشان في التوتل في النهاية أن انت محتاج مجتمع واعي لأن انت برضو جودة المواطن هو اللي هيكمل معاك مسيرة التنمية مهما مشيت خطوات كبيرة جدا ومشيت خطوات واسعة وانت مش مؤهل المواطن اللي هيكمل معاك المسيرة ففي حاجة هيوا بإجراءات حماية اجتماعية في التوالية يمكن أول مرة يمكن في الاجتماع الأخير معنا في الغرفة المركزية في المؤسسة حياة كريمة كنا بنتكلم إزاي نوئد المشكلة قبل ما تطلع للنور يعني احنا بس كمان مش دورنا إن احنا نرفع العوز وندي الخدمة المستحقة للخدمة ولكن كمان احنا إزاي نقدر نقدر بيها نوئد المشكلة قبل ما تحصل نوئد بيها الأمراض يعني دايما مبادرات الرئاسية اللي قامت في الفترة الأخيرة كانت لها تأثير قوي جدا على المجتمع سواء على المرأة 100 مليون صحة الكشف المبكر إحنا كمان محتاجين في الفترة اللي جاية إن احنا نوئد أو نقفل زي ما بيقولوا كده مصادر المرض نفسه يعني عشان ما نبقاش كمان بنكلف الدولة تكلفة كبيرة جدا عن إن احنا نعالج المرض إحنا كمان محتاجين نقل المصادر المرض ويبقى بالتوعية والعلم والفكر والرؤية يمكن أنه مختلف يا سواء بسانت دلوقتي إن المبادرات مش مجرد شعار براق أو يعني خلاص شوء إعلامي بيحصل لأحلام إنشاء أو اللي إحنا يعني زي ما بيقولوا كده بنرقع القماشة لأنا عندي مبادرة بتطلع بتعمل على حل المشكلة من جذورها حقيقة اتكلمتي على فكرة الحماية المجتمعية ودوركو خلال فترة رمضان يمني بقى عرف دوركو فيما هو قادم طبعا يعني إحنا كان فيه شغل متواصل وشغل جهود كبيرة جدا من كل مؤسسات التحالف الوطن عمل الأهل والتموي وحقيقي يعني أنا بشهد لمؤسسة حياة كريمة وبالكوادر النسائية والشبابية اللي موجودة اللي كانت يعني شغالة 24 ساعة وبشهد للمجمعيات والمؤسسات إنها فعلا كانت بتحط أولويات يعني اهتماماتها هو المواطن المصري كانت شغالة في ظهر الدولة المصرية بشكل كبير جدا وده اللي شجع الدولة المصرية أو السيد الرئيس إنه هو يدعم التحالف بشكل كبير في فطار الأسرة المصرية ويعترف به بشكل كبير ويدينا مخصص مالي علشان نبتدي نشتغل بشكل فيه أريحية ويأهل لنا الجو العام للمجتمع المدني بشكل فيه رقية في التعامل وده مهم جدا إن احنا نتعامل مع بعض برقية ونتعامل مع بعض بفكر ونتعامل مع بعض برؤية موحدة الفترة اللي جاية احنا بنقدمين كلنا يعني كله بيشتغل في المجال الخاص به كله مقدم مشاريع مهمة جدا لرفع العوز عن المواطن المصري برفع التمكين الاقتصادي كمان احنا شغالين في المؤسسة على التمكين الاقتصادي بشكل كبير مشاريع كوية جدا فيه معظم محافظات الجمهورية تقريبا كمان شغالين على اكتشاف وتنمية المهارات بشكل كبير جدا عشان وإحنا بنشتغل على رفع العوز كمان احنا بنهيق المواطن ان يبقى عنده دخل مستمر ويبقى عندك معونا انت بتعول نفسك في الفترة اللي جاية بان احنا بنقهلك على كل المستويات سواء تنمية ودي بتبقى موطة هامة جدا بالنسبة للمواطن اللي بتتقدمه الخدمة يعني لما نزلنا رحنا في القرى اللي شغالة فيها حياة كريمة وشوفنا نسا اللي اتعمل لهم مشاريع سواء احنا بنكلم على مشاريع مثلا حاجة ليه علاقة بالدواجن أو اي مشاريع تانية ده فارق جدا مع الناس انه يبقى عنده دخل شهري ثابت هو اللي بيديه حقيقي بس احنا قبل الدخل كمان انا دايما بقول لازم التأهيل يسبق التمكين لاني انا مش عايزة امكن اسرة مثلا وهي مش مأهلها احنا دايما في مرحلة كمان ان احنا شغالين بشكل كبير جدا على تأهيل العمل للتأهيل لسوق العمل ان احنا كمان بنعمل اكتشاف تنمية وقدرات المحافظات احنا عندنا ايه ممكن نستثمير في الحافظات يطلع ايمن المحافظة محافظة لها خصوصيتها في الاشكاليات وليها خصوصيتها كمان في الامكانيات فجميل جدا ان انت تشتغل بشكل منظم وبشكل منهجي وبشكل فيه دراسة حقيقية علشان وانت بتوجيه خطة التنمية توجيهها في المصار الحقيقي والمزبوط وهو ده الهدف من قاعدة البيانات اللي تم توفيرها يعني في البداية هو كان عمل ممنهج فكرة اللي انا الاول وفرت قاعدة بيانات محترمة عن يمكن بس انا عايز اقول لحضرتك قاعدة بيانات دي يعني يمكن احنا بنقولها في كلمة بسيطة انما يكونك ان انت تعمل قاعدة بيانات لتسعة مليون مستحق بيعاني من العوز او من لا يعني ده مجهود فوق الروعة ومجهود كبير جدا ويشكر كل القائمين على هذا العمل ويشكر التحالف بجد ومؤسسة حياة كريمة وسيد الرئيس احنا بجد التسهيلات اللي احنا اشتغلنا فيها في ظل ظروف وهنا اقول الحياة ان دايما مشوار الالف ميل بيبدأ بخطوة وزي ما اكد وقال السيد الرئيس ان كل اللي حصل في مصر في الجمهورية الجديدة هو خطوة من الف خطوة كل ده خطوة ربنا اجيله الصحة يا رب ويخليلينا لان انت من كتر الانجازات اللي باقت تحصل يمكن احنا الزمان كنا بنقعد نقول الحكومة عملية السنة اللي فاتت دلوقتي احنا بنقول كل يوم اين اللي حصل جديد ان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل وافضل وطول ما احنا متكتفين ويدنا في ايد بعض يكفي ان انت دلوقتي الحوار المجتمعي اللي سيد الرئيس اعلان لازم نتكلم عنه ان انت يعني ايه بيشارك كل فئات المجتمع في صنع القرار وفي الاستراتيجية اعتقد ان اياه ما حصلتش قبل كده وده احنا نتكلم عليه هنا في صباح الخير مصر اتمنى بإذن الله استاذة بسانتة واثمان عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنمود نشكر الحياة الفنديم على وجودك معنا في صباح الخير كل التوفيق ليكي طبعا في العمل على الارض احنا خليكوا دايما معنا